قالت نقابة الصحفين اليمنيين النامين عاما نقابة الأمين العام المساعدة لاتحاد الصحفين العرب الزميل محمد شبيطة أصيب بطلقات نارية أطلقها مسلح في صنعاء الخاضع لسيطرة الميليسيا الحوثي لرهبية وذكر بلاغ صحفي لمجلس النقابة أن زميل شبيطة تعرض لإطلاق النار بالقرب من مبنى وزارة الإعلام بعد أن أوقف مسلح سيارته وباشر إطلاق الرصاص وتبع ذلك إطلاق ناري مباشر على السيارة وأوضح البلاغ عن أن الحادثة أسفرت عن إصابة اليمني العام بتلقتين ناريتين في الساقة وطلق في البطن ونقل على أثر ذلك إلى المستشفى حيث يتلقى لعلاج إلى جانب مقتل قريب له وإصابة أخرى